في الفقرة الإخبارية وعنواننا الأول مسؤول أمني إسرائيلي يحذر من هجمات للمستوطنين شبيهة بمحرقة دومة أظهرت معطيات الأجهزة الأمنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي أظهرت ارتفاعا حاد في جرائم الكراهية التي ترتكبها العصابات الإرهابية اليهودية في الضفة الغربية المحتلة خلال عام 2018 الماضي وسط تقديرات بأن هذه الاعتداءات إلى جرائم مثيلة بمحرقة دومة التي راح ضحيتها عائلة دوابش الفلسطينية في قرية دومة بمحافظة نابلس في تموز 2015 ووفقا للتلفزيون الرسمي الإسرائيلي كان فإن معظم الجرائم التي رصدت العام الماضي وقعت في محيط مستوطنة تيتسار في منطقة نابلس تضمنها أربعين اعتداء على عناصر أمن الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية عام 2018 واعتبر المصدر أن ردع شبيبة التلال انخفض بشكل ملحوظ مما كان عليه خلال العامين الماضيين وأشار إلى أن أفراد عصابات تدفيع الثمن بما فيها شبيبة التلال باتت تجرؤ على ممارسة نشاطاتها العدائية على مشارف القرى الفلسطينية المحيطة وقال المسؤول الأمني أنه إذا استمرت موجة التصعيد فسوف نصل إلى حدث له نتيجة قاتلة كالتي شاهدناها في دومة في إشارة إلى جريمة حرق عائلة دوابش نعم سفرات جديدة يعني بتضفق للقدس المحتلة للأسف ومنها أيضا آخرها كان نقول هندورس وتجري هندورس محادثات مع إسرائيل والإدارة الأمريكية بشأن نقل سفارة بلادها إلى القدس المحتلة وعقدت جلسة محادثات أولى بهذا الخصوص في البرازيل حيث تم الاتفاق على فتح سفارات للبلدين في وقت تسعى فيه الدولة الصغيرة الواقعة بأمريكا الوسطى للسير على خطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي لاقت انتقادات كثيرة وعقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ورئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو ورئيس هندورس إخوان أورلاندو هرناندس اجتماعا في العاصمة البرازيلية على هامش مراسم تنصيب جاير بولسونارو المنتمي لتيار اليمين رئيسا للبرازيل وبومبيو يستجيب إلى سبعة من ثمانية مطالب لنتنياهو وهذا في نفس السياق قال مسؤول إسرائيلي إن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو استجاب لغالبية مطالب الرئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو في اللقاء الذي جمعهما في البرازيل على هامش حفل تنصيب الرئيس الجديد جاير بولسونارو وبحسب المسؤول نفسه فإن نتنياهو عرض أمام بومبيو ثمانية مطالب استجاب لها باستثناء الخلاف حول صفقة F-16 من إسرائيل لكرواتيا ويشار إلى أن كلا من نتنياهو وبومبيو قد أكد قبل اللقاء على أنهما سيتباحثان في القضايا المختلفة ذات الصلة بالتهديدات على الحدود الشمالية لإسرائيل من جانب سوريا وحزب الله استخدام قضية الأسرة كأدالي المزايدات الانتخابية الإسرائيلية وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قد دور فارس إن إجراءات حكومة الاحتلال بحق الأسرة هي عملية انتقامية متجددة وهي جزء من السياسة الإجرامية التي تنتهجها عفوا بحقهم والهدف منها سلب الأسرة حقوقهم الإنسانية وأوضح البيان أن الأسرة لن يقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الإجراءات وفي حال استمرت إدارة معتقلات الاحتلال بالتصعيد فسيكون الرد بإعلان حالة العسيان كما أن الأسرة سيعتمدون أسليب نضالية جديدة وكانت اللجنة الإسرائيلية المشكلة من قبل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جيل عدردان لتحديد ظروف اعتقال الأسرة الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال أقرت سلسلة من العقوبات بحق المعتقلين والأسرة من أبرزها تقليص عدد الزيارات العائلية للأسرة للحد الأدنى وإلغاء الاعتراف بممثلي الأقسام والسجون وقف الفرز التنظيمي داخل الغرف والأقسام والمعتقلات ووقف الكنتينة التي تحول من قبل هيئة الأسرة وتقليص الكنتينة للنصف وتقليص كمية المياه المسموحة لكل أسير وأيضا منع تحضير الطعام داخل الأقسام والغرف وسحب كافة الأجهزة الكهربائية المستخدمة لذلك وفي نفس السياق وبخصوص الأسرة اشتكى عدد من الأسرة القابعين في معتقل عسقلان خاصة دو الأمراض المزمنة من عيادة المعتقل التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات الصحية والأدوية الطبية اللازمة ومن سوء معاملة الأطباء المتواجدين في المعتقل والذين يفتقرون لأخلاق مهنة الطب ويعملون كأداة قتل للأسرة وتعذيبهم بإهمالهم طبيا والمماطلة بعلاجهم والاستهتار بحياتهم أيضا وبينت هيئة شؤون الأسرة والمحررين في تقرير صدر عنها أن أسرة المعتقل قرروا الأسبوع الماضي مقاطعة عيادة المعتقل وامتنعوا عن التوجه لها كخطوة احتجاجية على سياسة الانتهاكات الطبية الممنهجة بحقهم علما بأن عدد الأسرة المرضى القابعين حاليا في المعتقل هم 12 أسيرا نعم تصاعد انتهاكات إسرائيلية بحق المقدسات هذا العنوان هذا ليس بجديد لكن كما أسلفنا هناك تصاعد وحذر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف دعيس من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية بعد الانسحاب الإسرائيلي من منظمة اليونسكو وأكد دعيس أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل وبشكل حثيث للسيطرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية سواء المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي أو على صعيد الأملاك الوقفية المسيحية التي تتعرض لهجمة شرسة وخطيرة مضيفا أن الاحتلال ينطلق في زيادة وطيرة اعتداءاته من انفلاته من الرقابة الدولية على التراث الإنساني والحضاري والديني مواجهة جديدة في كفر قدوم واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين أحدهما جريح فيما اعتدت على مواطنين خلال مواجهات عقب اقتحام بلدة كفر قدوم شرقي قلقيليا وقال منصق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب الجريح يزن برهم والشاب دياء رجب خلال اقتحام البلدة وأضاف أيضا أن قوات الاحتلال اعتدت على والدة الجريح المعتقل وعمه وجرى نقلهما إلى المستشفى بعد الاعتداء عليهما وطالب اشتيوي مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية تدخل العاجل لإطلاق ثراح الشاب المصاب الذي يحتاج لرعاية طبية بسبب إصابته بشظايا رصاص الاحتلال في ظهره محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة هذا بالنسبة للأخبار السياسية ننتقل إلى أخبارنا المتفرقة وتحذير جديد أو دراستي بتقول لا للكورنفلكس يعني في نصيحة للأباء بحيث تتجه السلطات الصحية البريطانية إلى تحذير الآباء والأمهات من تقديم رقائق الذرة والشوكولاتة المحلى لأطفالهم على الإفطار حسب ما ذكرت صحيفة سن المحلية وبحسب المصدر فإن التوجيهات المرتقبة لهيئات الصحة في بريطانيا ستوصي الآباء بتفادي تحذير فطور أبنائهم من الرقائق التي تحظى بإعجاب معظم الأطفال بالنظر إلى تبعاتها الصحية الخطيرة أكيد حواسة توصي الإرشادات الجديدة لهيئة الصحة العامة بتقديم بدائل صحية تحتوي نسبة أقل من السكر في مسعى إلى تقليل فرص إصابة صغار السن بالسمنة وينصح خبراء الصحة بتقديم العصائر واللبن ومنتجات القمح المفتت للأطفال بدلا من رقائق الظورة المحلة أي الكورنفليكس ننتقل إلى الخبر الأخير مسبار ناسا يتصل بالأرض خلال مهمة على حافة المجموعة الشمسية اتصل مسبار الفضاء نيو هورايزونز التابع لناسا بالأرض بعد رحلة أخذته إلى أبعد منطقة يستكشفها البشر على الإطلاق وهي صخرة متجمدة على حافة المجموعة الشمسية يأمل العلماء أن تبوح بأسرار حول نشأة المجموعة وقطع المسبار هذا الذي يعمل بالطاقة النووية 6.4 مليار كيلو متر ليصل إلى مسافة 3540 كيلو مترا من الصخرة الفضائية التيمة والبالغ طولها 32 كيلو مترا وهذه أخبار الفضاء أخبار الفضاء نرجع على الأرض بكل تأكيد وشارة صغيرة وسريعة ومنبلش محاورنا لهذا الصباح ترجمة نانسي قنقر